السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله تسعة وتسعين اسما كلها حسنى وغمرتنا كرما نحمده عليها كلها ونثني ونسبحه بها ونشهد أن لا إله إلا الله لم يسمى الله إلا الله وسمى نفسه بأسماء العظمة والجلال والجمال والكمال والحكمة وأرسل رسوله بالهدى ودين الرحمة فنشهد له بالنبوة والحكمة اللهم صلي على محمد للنبي الأمي وآل بيته وأزواجه وزريته وبارك على محمد للنبي الأمي وآل بيته وأزواجه وزريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الماتع إن شاء الله عز وجل مع أسماء الله الحسنى وربي عز وجل له الأسماء الحسنى قل هو ربي والله لم أتحير يا ربي في تسمية هذا اللقاء الذي يجمعنا على أسمائك فما أجمل أن نسميه أسماء الله الحسنى العظمة في الوحي العظمة في الوضوح الجمال في البساطة والسهولة سمى نفسه بالأسماء الحسنى ما معنى الحسنى؟ الحسنى يعني التي لا نقص فيها لا عيبة فيها ولن تكون حسنى ولم تكون حسنى بشكل تام وكامل إلا إن اقتصرنا على ما سمى به نفسه وكما تشرفت مع حضراتكم بذكر هذه الأسماء الحسنى التي نتناولها في برنامجنا أننا تحررنا من التسعة وتسعين اسم المحصية والمجموعة بزيادة وإدراج الوليد بن مسلم في حديث الترمزي والتي يتغنى بها الناس مساكن والله يتغنون بأسماء لله لم يسمي بها نفسه سبحانه وتعالى كالخافض والرافع والمعز والمذل وغيرها من الأسماء التي لم يسمي بها نفسه سبحانه وتعالى في القرآن ولا في السنة وإن ثبتت بعض هذه الأفعال والتي لا نستطيع أن ننفي هذه الأسماء عن الله عز وجل إننا فقط لا نثبتها ولا ننفيها نسكت عما سكت عنه الله عما سكت عنه الشرع نسكت عما لم يذكره لنا الله عز وجل لأننا لا ندري في علم الله هي كاملة أم نقصة هي حسنة أم لا أما التي سمى بها نفسه حسنة وضحت الحكاية لا نستطيع أن نتقدم بنادي لا فنسميه سبحانه وتعالى قال هل تعلم له سمية ممكن حد يقدر يسمي ربنا هل تعلم له السمية تعرف حد تسمي بأسماءه سبحانه وتعالى عز وجل وتبارك وتعالى له الأسماء الحسنة فندعوه بها ونتوسر إليه بهذه الأسماء وندعوه عز وجل أن يبلغنا خير أي الدنيا والأخرة بهذه الأسماء ونحصيها نحرص على جمعيها من القرآن والسنة بالدليل ونتخلق بالممكن منها كالود الرحمة الحكمة الحلم هذه الأسماء ثم نحرص على أن نثبتها له كما أثبتها لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل واليوم يا أحباب نعيش مع أربع أسماء لله عز وجل حسنة عظمة أثبتها لنفسه وسمى نفسه بها في القرآن والسنة السمع القريب الصمد المجيب الله عز وجل الصمد قلوا الله أحد الله الصمد والصمد هو الذي يطعم ولا يطعم الصمد هو الذي يلجأ له كل الخلق الصمد السيد الذي ينتهي إليه السؤدد الصمد الذي تنتهي إليه العظمة الصمد هو الباقي بعد فناء خلقه سبحانه وتعالى الصمد اسم متعلق بالدعاء واللجوء والاستغاثة الشيء الصامد الواقف فكأنك صامد على باب الصمد كأنك واقف صامد لا تتزحزح عن بابه الصامد الذي يتعبد لله باسمه الصمد الذي لا يلجأ إلا إلى الله الصمد عبد يثق في إجابة الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي الصمد الله عز وجل الصمد يعبده الخلق كلهم ويلجأون إليه السميع سبحانه وتعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقال سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجدلك في زوجها وقال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فالله عز وجل هو السميع سبحانه وتعالى قال الله عز وجل في اسمه القريب واسمه سبحانه وتعالى السميع واسمه القريب مع اسمه الصمد يجتمع لك تجتمع لك حالة من الإيمان بسمعه وقربه سبحانه وتعالى والوقوف على بابه صامدا لاسمه الصمد سبحانه وتعالى فيقوى دعاؤك سميع قريب تقول سمع الله لمن حمد يا سميع الدعاء سبحانك وتعاليت الدعاء لله عز وجل قال النبي عليه السلام لأصحابه وهم يصرخون ويجأرون بالتكبير والدعاء قال أربع على أنفسكم إنما تدعون سميعا قريبا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فربنا سبحانه وتعالى قريب قريب نصره قريب فرجه قريب وهو سبحانه وتعالى قريب قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إليك منك يسمع سبحانه وتعالى ويستجيب وجوابه قريب تدروني أحباب قال النبي عليه السلام يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره قريب لأنه سيغير قريبا لا تقنط قريب فرجه قريب سبحانه وتعالى قريب سمعك قريب لا تحتاج إلى وساطة بينك وبينه سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون دهنم داخرين فهو المجيب قال الله عز وجل وَلَقَدْ نَدَنَا نُوحٌ فَلَا نِعْمَا الْمُجِيبُونَ الله هو المجيب كل دعواتك استجيبت قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من زروبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بإسم أو قطيعة رحم أو يستعجل قالوا يا رسول الله إذا نكسر قال الله أكسر قالوا يا رسول الله وما يستعجل قال يقول دعوت فلم يستجب لي الله أكسر سبحانه وتعالى سبحانه صمد قريب ساميع مجيب صمد قريب ساميع مجيب الصمد القريب الساميع المجيب سبحان الله خرج سليمان عليه السلام يستسقي يصلي الاستسقاء يدعو الله عز وجل أن يسقيه خرج ومعه الناس فرأى نملة رافعة قوائمها إلى السماء النمل يدعو الله عز وجل مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من قلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال سليمان للناس ارجعوا فقد سقيتم بغيركم قريب حتى من كل القلق مهما دنا أرأيتم إلى جمال يا اسماء الله ادعوه بها ادعوه بي أنه سميع قريب مجيب أنه صمد سبحانه وتعالى وأحصوها فإن من أحصاها دخل الجنة لأن معرفة الله هي الجنة ترجمة نانسي قنقر